هو حضرتك تقدر تعمل بإذن الله اللي أنت عايزه في إطار مجموعة من المحددات والقرارات يعني على سبيل مثال لي أكتر من صديق كانوا بيسألوا على المحددات بتاعة مواقد الرحمن هل هيبقى فيه مواقد الرحمن ولا لأ هل مش هيبقى فيه لقدر الله طيب عايزين نكسب سواف رمضان طيب الاشتراطات بتاعتها عامل إزاي إلى آخره ناس كتير كانت تقعد تسأل يا جماعة رمضان السنة دي هيبقى عامل إزاي في إطار المحددات اللي بتضعها الدولة بخصوص موضوع كورونا والإجراءات الاحترازية وما إلى ذلك فبالمناسبة هو فيه حاجات كتير إن شاء الله هتبقى ظريفة ولطيفة ويمكن هنقعد نتكلم فيها معاكم متعلقة بمواقد الرحمن ومتعلقة بمواعيد الفتح والإغلاق بتاعة المحلات وما إلى ذلك الدولة مش عايزة حاجة على الإطلاق غير إنه واحد سيادتك تاخد بالك اتنين أرجوك التزم قدر الإمكان بكل لا مش مغاطر التزم جدا بكل الإجراءات اللي بتحطها الدولة غير كده إن شاء الله سبحانه وتعالى هتلاقي في أمور كتير جدا بتخفف وبإذن الله سبحانه وتعالى اللي عاوز يكسب السواب في مواقد الرحمن يبدأ يشتغل على ده وياخد الترخيص والموافقات اللازمة ترجمة نانسي قنقر